بعد الإتوات ونظام الكفيل والتجنيد الإجباري لسكان المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا قسد تقارير إعلامية تشير لانتقال قسد من الترويج للمخدرات والمتاجرة بها إلى زراعتها في أرياف ديرزور والرقة والحسكة بهدف ترغيب الشبان في الانضمام إلى صفوفها بعد أن قُبلت حملات التجنيد الإجباري التي تقوم بها بالرفض من قبل السكان المحليين شبكة فراتبوست المحلية ذكرت أن تجاراً يتبعون لقسد انتقلوا إلى مرحلة زراعة والإنتاج وتحديداً في مدينتي تل أبيض وعين العرب على الحدود السورية التركية لأهداف عدة من بينها تصديره إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الإيرانية غرب ديرزور حيث تنشط ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل كبير وكالة الشرق نيوز ذكرت في تقرير لها تحت عنوان المخدرات تغزو مدن وأرياف ديرزور أن أخطر الأساليب التي لجأت إليها قسد مؤخراً هي زراعة وترويج المخدرات والتغاضي عنها بغية استقطاب الشبان من خلالها والحصول على عائد مالي كبير مشيرة لتفشي تعاطي المخدرات بين الجنسين في جل مناطق سيطرة الميليشيا في وقت أكدت مصادر محلية لأورينت نيوز أن الحشيش يباع في أرياف ديرزور كأي سلعة أخرى ويتوفر في الصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود البدائية حواجز ميليشيا قسد المنتشر بشكل مكثف في المجتمعات التي تسيطر عليها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ازدهار وتعاطي المخدرات ما كان ليتم إلا بعلمها في محاولة منها لاستغلال حالة الحرب والفوضى وجذب الشبان والشابات للانتساب إلى صفوفها فهي التي تحمي التجار وتسهل مرور المخدرات على حواجزها أما عن المسئولية الأخلاقية والقانونية للمناطق التي تسيطر عليها فذاك أمر لا يسأل المروج عنه